زي ما أحمد قال النهاردة إحنا سبع رمضان يعني فات أسبوع على الشهر الكريم وإحنا متعودين أنه في الشهر الكريم بيبقى فيه وجبة دسمة من الدراما التلفزيونية والبرامج طبعا شهر رمضان إحنا متعودين عليه على المسلسلات بتاعته واللي في الحقيقة السنة دي مختلفة عن كل سنة بسبب فيه خدوء كده في الأداء بين الممثلين القصص حلوة جدا ما فيهاش أي نوع من أنواع النحت في أي حاجة الكادرات بتاعت التصوير عالمية طبعا أنا لو هتكلم على مسلسل مسلسل مش هنخلص لكن من المسلسلات اللي الناس تتكلم عليها كتير قوي على السوشيال ميديا طبعا مسلسل اختيار اللي هو في الحقيقة خارج المنافسة فيه يعني عادة اكتشاف كده الفنان ياسر جلال اللي هو في الحقيقة أبهر كل المشاهدين سوشيال ميديا كلها بتتكلم على الأداء بتاعه هو فنان متمكن مش من النهاردة في الحقيقة لكن هو متمكن من زمان جدا فيه مسلسل اللي في الحقيقة كان يعني مفاجأة لنا كلنا هو الكبير ستة يعني ستة أجزاء من المسلسل ده الناس افتكرت أنه خلاص كفاية كده مستحيل يعمل حاجة جديدة نفس الشخصيات بيلعبها كل سنة وبعد اختفاء كم سنة فاتت يمكن خمس سنين ازاي راجعتني بنفس المسلسل لكن تظهر شخصية جديدة زي مربوحة اللي بتقدمها الفنانة رحمة أحمد بكل ثقة وبكل تجدد تقلب الموازين كلها والناس كلها تتكلم عن الحلقة بتاعتم بارحة أو أول تقريبا لو أنا مش غلطانة القلبة الموازين والناس كلها كانت بتتحك عليها بكده يعني أداء حلو وراقي في نفس الوقت أنت قادر تتفرج عليه وقدر الأسرة كلها تبقى من غير أي اسفاف ومن غير أي حاجة تدايقك أو تدايق لو فيه أولاد صغيرين بيتفرجوا بالحقيقة الناس ابتدت تقارن بين رحمة أحمد ودنيا سمير غانم وهي نفسها طلعت قالت أنه ما ينفعش نقارل لأنهما شخصيتين مختلفتين دنيا سمير غانم فنانة كبيرة جدا جدا ورحمة أحمد مبارح أو في الحلقات اللي فاتت أثبتت نفسها قد إيه هي فنانة ليها مستقبل باهر من ضمن المسلسلات برضو اللي تنفع للأسرة كلها هي في بيتنا روبوت اللي في الحقيقة تقدر تسيب أطفالك وانت تروح تعمل أي حاجة تبقى متطمن ما فيش أي حاجة تقلقك من المسلسل ده ومسلسلات كتيرة جدا بنشوف فيها زي ما قلت لكم كدرات حلوة صورة حلوة قصة حلوة أداء راسي وهادي وهدوء في التمثيل وأداء حلوة جدا منهم طبعا الفنانة نيلي كريم وغيرهم وغيرهم سؤال الحلقة بقى النهاردة إيه المسلسلات اللي بتتبعها وأحداثها مؤثر فيك وليه لكن طبعا قبل ما نسأل حضراتكم خلوني أسأل زميلي في الستوديو أحمد ما جزنك أجاوب يعني اتفضل طيب أعجبني بس فكرة وصفك للمشهد الدرامي في رمضان تحديدا وظهور الفنانة رحمة أحمد في الكبير الجزء السادس ليه بشخصية مربوحة اللي كان أول ظهور ليها أول إمبارح وكان فيه حالة من حالات المقارنة اللي بدأت تحصل على السوشيل ميديا ويمكن ده حاجة طبيعية احنا تعودنا عليها أي حاجة جيدة دايما بيكون في نوع من أنواع جلد الزات للسوشيل ميديا لكن عجبني قوي رد لي رحمة أحمد نفسها اللي قالت لك فيه أنا ما ينفعش أتقارم بدونيا سمير غانم لأن أنا واحدة من الفانس أصلا بتوع دونيا سمير غانم ويعني بجد شابوه على الرد ده لأنه ما فيش مقارنة أكيد ربنا سبحانه وتعالى خلق صفات لكل واحد لكن أن أنت تدخل نجمة جديد في مسلسل كبير المسلسل ده كان فيه الفنانة العظيمة دونيا سمير غانم وكانت عاملة دور هايل وكان الكل شايف أن هي شخصية أساسية أو يعني محور رئيسي في الأجزاء السابقة للكبير وتظهر نجمة جديدة وتاخد الدور ده وتبقى حالة اللي كل بيتكلم عليها في أول دور لها فطبعا نقول لها يعني برافو عملتي دور هايل يا رحمة لكن سؤال بسانت بقى بتتفرج على إيه في رمضان وإيه الأعمال الملفتة لك يمكن في الحقيقة بسانت في عندنا حالة من حالات التنوع شايفين في رمضان في تنوع سواء كانت أعمال درامية أعمال خاصة بالأطفال أعمال وطنية أيضا لكن قبل ما ندخل في ده وأنا بتفرج على إيه طبعا أنا بشيد هنا بدور المتحدة للخدمات الإعلامية تحديدا علشان المسلسل الخاص بيحيى وكنوز أول مرة يبقى عندنا يا جماعة مسلسل أطفال المسلسل ده أنت بتخلي ابنك يتفرج عليه وهو آمن مش بتفرج على مسلسل جاي من الغرب بمتصدرناه من الغرب عاداته وقيمه ومبادئه بتتنافى تماما مع العادات والتقاليد المصرية لا كمان بس مش مسلسل يعني أطفال لا ده بيزرع فيهم كمان قيم أخلاق وطنية كمان من الصغر فحقيقي بنحيهم على هذا العمل العظيم لكن لو هنرجع بقى لسؤال أنا بتفرج على إيه يمكن أنا بحكم شغلي اللي بيميل شوية للعمل السياسي فأنا بحب الأعمال اللي هي من النوع الوطني أو الأعمال اللي مأخوذة من ملف المخابرات المصرية بنتكلم على مسلسل عائدون تحديدا ومسلسل الاختيار ليه أنا بميل لدول تحديدا لو هنتكلم على مسلسل عائدون تعرف أن أنا طبيعة شغلي كانت في البداية كنت مراسل فعصرت وشاهدت كل هذه الأحداث ففكرة الحلقة اللي أنا بتفرج عليها بيبقى عندي كده شغف ويعرف السيناريو اللي جاي بعد كده يمكن لو نتكلم مثلا على الاختيار مبارح شفنا حصار المحكمة الدستورية العلي أنا كنت موجود في الأحداث دي وكنت بغطيها فأنا شايف مسلسل فيه نسبة كبيرة جدا من المصدقية وفيه يعني بنسبة 100% أنت بتحترم عقل المشاهد المصري وبترجع له للذاكرة وللأذهان مرة تانية الأحداث اللي حصلت وإيه اللي حصل علشان ناخد قرار 3-7 يعني خلاص مصر من هذا الحكم تحديدا لكن لو هروح كمان لمسلسل من المسلسلات اللي برضو أنا كنت سعيد جدا وأنا بتفرج عليها هي أو هو مسلسل العائدون لأن مسلسل العائدون بيحكي على تجربة يعني داعش اللي كانت موجودة في ليبيا وفي سوريا وفي غيرها بين الأماكن الأخرى في المناطق العربية وإزاي الجهاز المخابرات العامة المصرية كان مختلق لصفوف داعش وقدر اللي هو يحمي مصر من خطر العائدون من داعش تحديدا وهنا برضو هتكلم اللي أنا يعني كان عندي سؤال زمان بسأله النفسي أثناء يعني ما رحت أكتر من مرة علشان خاطر نجيب المصريون العائدون من ليبيا اللي كانوا مختطفين عليات داعش تحديدا كنت أقول هو إزاي ليبيا اللي فيها ضمار وفيها كل ده قدرنا اللي إحنا نجيب مصريين خطفينهم داعش هناك كان سؤال في حالة من حالات العلامات الاستفهام الكتيرة اللي بالنسبة لي الناس كلها خايفة أنها تروح ليبيا إزاي إحنا بنقدر اللي إحنا يبقى لنا سيطرة ونجيب ولادنا اللي اتخطفوا هناك مرتين مرة من 6 سنين ويمكن مرة شهر مايو القادم 1 مايو تحديدا أو 2 مايو هيكون ذكرى مرور عام على استقبال 23 مصر اتخطفوا في دارنا في ليبيا تحديدا وكنت يعني شرفت بي إلا أنا أروح على الحدود المصرية الليبية ونستقبلهم أثناء عودتهم فلقيت إن الإجابة اللي إحنا كنا فعلا كان لنا تواجد هناك كان لنا اختراق لصفوفهم فعلشان كده قدرنا إلا إحنا نبقى عارفين تحركاتهم ونحمل أمن القومي المصري فهذا يمكن دي من أهم الأعمال اللي أنا بحب أتفرج عليها في رمضان لأنها يعني قريبة لقلبي بيكونها أحداث وقعية كنت يعني متواجد في جزء كبير من أحداث الاختيار تحديدا يعني أثناء تقطيتي لها كمراسل ميداني في الشارع تحديدا لكن سؤالنا لحضراتكم هو إيه هي المسلسلات اللي بتتبعوها في رمضان ده سؤالنا اللي موجود على السوشيال ميديا الخاصة بينا في صباح الخير يا مصر هننتظر أنا وبسنت إجاباتكم عليها وهنشارككم معاها يعني هنقول تعليقاتكم عليها خلال فترة الحلقة الخاصة بينا صباح الخير على حضراتكم صباح الخير يا مصر